أولياء الأمور شركاء في نجاح التعليم نحن والآن في فترة تحديات قوية وصعبة على الجميع سواء كانت على المعلمين على قطاع التدريس أو كانت على الأسرة لذلك التعاون والتواصل بشكل مستمر أمر هام وحاسم على المدرسة أن تضع في سياساتها وفي أنشطتها حالياً الأسرة بعين الاعتبار بحيث توصل للأسرة كل ما يحصل للطالب تطلع الأسرة على الخطط مسبقاً على المخرجات التعلم تطلع الأسرة على مستوى طفلهم الحالي وتساعد الأسرة أيضاً في كيفية متابعة أبنائهم في المنزل بالإمكان زيادة وعي الأسرة من خلال إشراقهم أيضاً في العملية التعليمية كتصميم أنشطة تتم من خلال التواصل الأسر بحيث الطفل يتواصل مع أسرته يبحث عن المعلومة يعمل نشاطات معينة مع أخوه مع أخته مع والده أو والدته وغيرها من هذه الأنشطة فالإشراك في الأنشطة جداً مهم وربط الأنشطة بالمنهج ومحتوى المنهج سواء كانت أنشطة صفية أو غير صفية لكن كلها تغذي العملية التعليمية أيضاً هناك جانب جداً مهم استخدام التعليم على البعد والمنصات التعليمية شيء جديد على الأسرة أخذوا وقتهم في تعلمه البعض استطاع أو أصبح متمكن والبعض إلى الآن لا يعرف المدخلات والتفاصيل الدقيقة فمن الأفضل أن يقوم المعلمين بتدريب الأسرة على كيفية استخدامها على كيفية متابعة أبنائهم كيف أن طفلهم يتواصل يكتب المعلومة ينتظر المعلومة يرسل سؤال ينتظر السؤال يتابع تقييمه وغيرها فملخص هذا الموضوع يعتمد على التعاون مثل ما ذكرت والتواصل المستمر ما بين المدرسة والأسرة باستمرار نسمع بأن التواصل والتعاون جداً مهم إن كان مهم في السابق فهو الآن أهم من ما سبق